للمزيد من التفاصيل ينضم إلينا عبر الهاتف دكتور هيسن بدران أستاذ أمراض النساء والتوليد دكتور برحب بحدتك على شاشة اكسرا نيوز لو تقول لنا أهمية هذه المبادرات الرئاسية لصحة الأم وصحة الجنين وإيه اللي تم خلال الفترة الماضية أهلا وسهلا بحضرتك ومرسي على الاستضافة في الحقيقة طبعا المبادرات دي بليها دور فعال جدا أولا في التوعية لأن الناس كتير بتبقى مش مجمعة أنها لازم تتابع ولازم بتمشي في الإجراءات المتابعة دي بصورة منتظمة خلينا نقول أن احنا أول حاجة المفروض تبدأ في التفت بتروح تكشف وبتبدأ تساعد من ساعة ما تقرر أنها عايزة تحمل مش من ساعة ما تحمل لأن الاعداد للحملة ده مهم جدا جدا أمور كتير صحية بتكتشف في سطرة دي وبيتم معالجتها وتحضير السيدة لحدوث الحمل من قبل ما يحصل الحمل طبعا في ناس كتير بتقع منها المرحلة دي وبتبدأ تتابع من أول ما يحصل الحمل وللأسف بنلاقي كتير جدا في الأقليم وفي الريف وكده أن الناس بتظهر قبل الولادة بشهر أو شهرين وده طبعا حاجة مش كويسة وحاجة خطر جدا على الأم وعلى الجديد دكتور هيسم أي وقت تمام طب عايزين برضو نعرف من حضرات تفاصيل أكتر عن هذه المبادرة طبعا نحن بنقول إنه الكشف مجاني عايزين نعرف إيه أهمية هذه المبادرة وإيه اللي بيتم فيها الخطوات إيه الإجراءات هو حريقة المفروض للستات بتتوجه إلى أقرب مكان بتاخد فيه الخدمة بتاعة الأمور الصحية سواء كانت الوحدة الصحية اللي هي تابعها أو أقرب مستشفى حكومي أو أقرب مستشفى جامعي الكدمات بتتقدم بالمجان طبعا لحس الناس على إنها تروح وتتابع وتاخد الخدمة التحليب تتعامل مجانية الاستشارة تضيب تتعامل مجانية طبعا ده له مرضود المفروض طائع جدا على البروزيس بتاعة الحاملة نفسها وعلى الجنيف ما بعد بيطلع بصحة كويسة طالما إنها بالتابعة مزبوط أمور كثير ومضاعفات كثير بتحصل نتيجة إن الستات بتبقى غير ملتزمة بالمتابعات المنتظمة طول فترة الحامل إيه الأمراض اللي ممكن ننتقل من الأم للجنين يا دكتور أولا حضرتك لو فيه السكر سكر الحامل وده من الحاجات المؤثرة جدا لو الأم بتحمل وهي ما تعرفش إنها مريضة سكر أو هي مريضة سكر وغير منتظمة طبعا ده يأثر على الجنين بصورة الحقيقة السيئة جدا لو الأم عندها ضغط دي الحاجات الأساسية لو الأم عندها ضغط وهي مهملة في العلاج ده بيأثر بصورة سيئة على نمو الجنين لو الأم عندها أبسط حاجة أنيميا الأنيميا بتأثر عليها وعلى وظيطها أثناء فترة الحامل وفي الوقت نفسه بتأثر على معدلات نمو الجنين وبتدخلها بأعراض زي ضربات قلبه مجهود منخفض جدا وده في الكل بتأثر بعد جدا على الجنين في معدل نموه بتاعه لأن الدم اللي ريح له بيكون أقل من المفروض يكون يوصله بالوقت دول وبالتالي لازم التوعية والكشف المبكر والاستمرارية في المتابعة مهمة جدا لصحة الأم والجنين بشكرك شكرا المفروض المتابعة تبتدي من ساعة ما يكون متقرر أنها عايزة بيحمل من قبلها بتلات شهور كده مثلا من ساعة ما تقرر هتحمل بقى بعدها بتلات شهور بعدها بستة شهور حسن هو هيئي يعني هتحمل بعدها قده عشان صحتها وصحت طفلها شكرا لك يا دكتور دكتور حيسان بدرون أستاذ أمراض النساء والتوليد